قال إني لأجدم الجرأة أن أصرّح بأن شعبنا القصصم العظيم في هذا العصر أعظم من شعب الحجاز أيام رسول الله واضح جداً يقول أمتي أعظم من أمة محمد أنا وشعبي وأصحابي أعظم من شعب وأصحاب محمد لا 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 بقي أن أسألك أنت 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 ماذا ترى في نفسك؟ هل أنت كمحمد أو أعظم؟ والله العظيم سؤل في هذا الموضوع شيء لا يصدّق يا أخواني نحن 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 سوذّج وبسطاء وغلابة ونحن مغفّلون لكن كفى تغفيلاً لن نبقى مغفّلين بعد اليوم سألوه مرة يا إمام حدّد لنا صلاحياتك لأنه في سنة 1988 كتب رسالة منشورة أيضاً إلى نائبه يقول له من حق الحكومة الإسلامية من حق الحكومة الإسلامية أن تخرج مما ثواثقت وتعاهدت مع الشعب عليه في أي أمر؟ عجيب يعني الشعب هذا خمسون ستون مائة مليون بايعنا وبايعنا من طرفنا على كذا وكذا قال حين نرى أن الذي بايعنا عليه سواء كان أمراً عبادياً أم غير عبادي كان يقول دينياً أم غير ديني يعني في الدين في السياسة في الاجتماع في الثقافة في أي شيء من حقنا ألا نفي للشعب من حقنا أن كعونا تراجع وننقطع عهدنا وذمتنا مع شعبنا الذي بايعنا إذا رأينا أن المصلحة في غير إيه؟ في غير ذلك أنت ترى؟ من الذي يريب الضابط؟ طيب هذا الشعب ماذا يفعل؟ هذا الشعب فيه مفكرون وعلماء ونواب ومشرعون بالملايين قال لك لا كلام فارغ ومن حقنا قال حتى القضايا الدينية نتخذ فيها الإجراءات التي نراها مناسبة على الحج مثلاً يقول هذا كلامه مكتوب بنصي وفصي بفضل الله عز وجل ولذلك الحمد لله جماع من أتباعه وبعض من كبار أتباعه ارتدوا عليه وكفروا به كفروا به وبدعوته وبإصلاحه كفروا بهذا الجنون بهذه البرانوية الميجالومينيا هذا الجنون والتألّه هل تظنون؟ على فكرة وهذا أيضاً من بساطتنا نحن دائماً يعني كيف فعلاً بالإعاني حقيقةً فرعون قال أنا ربكم الأعلى نعم آه أخاذ وعلى فكرة مش فرعون بس فيه فراعين في المسلمين وفراعين في رجال الدين ويصل به الجنون والعته والمغلوبية على عقله أن يظن نفسه إلهاً من نوع خاص أو حتى الروح الإلهية حلّت فيه خلاص تأيين أو هذا الجنون الصوفي عند بعض المتصوفة بعض المجانين من المتصوفة الوحدويين أصحاب النظرية وحدة الوجود والحلول والاتحاد وهذه الزندق السافرة الجهيرة المخيفة الملعونة ولذلك قال الحج شعيرة عظيمة بلا شك وبعدين أي وما لها الحج قال فيجوز أنا أن نمنعه ممنوع تروحه وطبعا لماذا تمنع الحج؟ لماذا؟ طبعا عشان تصفية إيه؟ حسابات سياسية مع الدولة التي فيها الحج يعني نملك السعودية نمنع الحج قالي المساجد أو يمكن أن نعطلها إذا رأينا المصلح في ذلك يعني يأتي بأمثل بداية ما الدين وهذا مصلح ديني كبير يريد الإسلام هذا يريد الدين محمد قال ويجوز لنا حتى أن ندمرها وأن نخربها ونمنع بناءها مرة أخرى إذا تبين لنا أنها مساجد ضرار وما أسهل أن تلصق ملصق ليبل أي ضرار على أي مسجد لا يعجبك على أي خطيب وعلى أي فكر يبث هذا المسجد لا يرضيك وتقول مسجد ماذا؟ مسجد ضرار وما أسهل أن تهدمه على رؤوس من يصلي فيه ويعمل الله بذكره وربما بالذكر الذي يرضاه الله لا بذكرك أنت إيشي مخيف مرعب أختم هذا الخطبة أدرك هذا الوقت أيها الإخوة سألوه يا إمام حدد لنا صلاحياتك ما صلاحياتك؟ يعني قريباً من صلاحيات النبوة هيك تعرفون ماذا أجاب؟ ومن غير تردد صلاحياتي هي صلاحيات الله أقسم بالله صلاحيات الله قالهم ولذلك شعرت أبداً جماعاً من الصادقين من حوله وليس المتأكلي لمنتفعين الذين يوافقوا على ذلك عادي آه صلاحيات إلهية ما المانع يعني؟ طب ما النصاري قالوا يا الله حل في عيسى يعني الله بكون حل فيه يعني إيش مشكلة يعني فيه إله تخرجة فلسفية زنديقة صوفية ملعونة قال لك صلاحيات الله صلاحي يعني يحيي ويميت لذلك هذا الرجل المخيف المرعب سأفيض عنه في المحاضرة أيها الإخوة كان يتورع عن قتل ذبابة أنتم الآن ستشعر أبتانكم ستصعقون بصعقة برق فيفتح الباب يقول لماذا نؤديها؟ ذبابة ما شاء الله على اللطف والرقة والرحمة والحنان ما شاء الله على الفصام الشيزوفرينيك شخص مفصوم الشخصية شخص صغير طبيعي ما شاء الله على الجنون هذا هو الجنون على الفكرة بلغة الطب النفسي وفي الوقت نفسه بفتوى واحدة خمس وثلاثين ألف المعارضين تم قتلهم بغير محاكمات خمس وثلاثين ألف وهو قال قال ما في تردد؟ قال لا تردد في وجوب قتل هؤلاء ومن غير محاكمات لا معنى للمحاكمات فتم ذبحهم كاستخال خمس وثلاثين ألف لسه مش الكل هذا بفتوى واحدة والفتوى ثابتة وكشف عنها النقاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا